موسيقى أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد مثل ما حكيت قبل الفاصل رح نحكي بها الفقرة عن أهمية الماء وأيضا قلة الماء شو بتعمل بالكلية والأمراض الناتجة عن قلة الماء أهلا وسهلا بحضرتك دكتور أهلا وسهلا بك صباح النور بداية أحب أشكركم على هذه الاستضافة الجميلة وبحب أصبح على جميع مشاهدينا الكرام إن شاء الله وكل عام تبخير بناسبة العام الجديد إن شاء الله كنت سنة خير على الجميل العام تبخير ينعاد عليك بالصحة إن شاء الله تسلم طبعا حضرتك الدكتور محمد كريشان أخصائي جراحة مسالك بولية واكلة رح نتحدث عن أهمية المياه ولكن في البداية إحنا ما نكون بفصل الشتاء الأغلبية ما عم بيشرب الأغلبية عم بينسى أو من التناسى والأغلبية عم بيشرب مثلا شاي مشروبات ساخنة وإلى آخرين خلينا نتحدث عن أهمية المياه لجسم الإنسان وقد تسبب من مشاكل في حال نقصانها تمام بداية رح نأخذ فكرة عامة أو فكرة فيسيولوجية عن المياه وهمية المياه تمام تعرف إحنا تقريبا المياه تشكل حوالي ثلثين مكونات جسم الإنسان تختلف طبعا من الشخص لآخر حسب الجنس حسب العمر حسب وزن الإنسان كتل الشحمية عند الإنسان ولكن تقريبا هي حوالي ثلثين جسم الإنسان مكون من المياه طبعا إحنا دائما جسم الإنسان في توازن توازن ما بين الوارد وما بين الصادر عادة إحنا يفترض تقريبا 2.5 لتر يوميا تكون وارد جسم الإنسان من السوائل تختلف طبعا بشكل رئيسي للوارد بداية أن يكون عن طريق شرب السوائل سواء الماء أو العصائر أو المشروبات الساخنة أو الباردة دكتور برجمتك لتنين ونص لتر ماي لك كل الأعمار هذا هو وسطية يعني هاي معلومة صحيحة نعم نحن نحكي وسطيا شو ما كان العمر أو وزن الجسم بدنا ناخد تختلف من شخص لآخر طبعا الأطفال غير عن الكبار بالعمر الإنسان السليم غير الإنسان عنده مشاكل بالكلاه تماما ولكن نحكي وسطيا إحنا 2.5 لتر بداية أهم شيء هو الشرب السوائل هي بتشكل تقريبا لتر ونص طبعا تختلف سواء الماء أو العصائر وما إلو ذلك في نقطة ثانية هي السوائل الموجودة بالأغذية إحنا تقريبا نحكي عن حوالي 500 ملي أو 0.5 لتر اللي هي بتكون عن طريق الفواكه والخضار يعني مش ضرور الإنسان بس يشرب سوائل حتى يعوض تماما إضافة الجسم الإنسان نفسه بيكون سوائل من خلال عمليات الكيموية اللي بتصير في الخلايا اللي بتكون تقريبا حوالي 400 ل500 ملي يوميا طبعا إحنا حكينا عن تقريبا لترين ونص هؤلاء هم الوارد بالمقابل يجب أن يكون صادر تقريبا نفس الكمية حتى يصير فيه بالانس وتوازن بجسم الإنسان طبعا الكلا هي العضو الرئيسي والأساسي في التخلص من الكمية السوائل إحنا عم نحكي عن تقريبا البول يشكل تقريبا 1500 ملي يوميا ووسطيا طبعا بيختلف زي ما حكينا من العمر لآخر في نقطة ثانية هي عن طريق التنفس حوالي إحنا الإنسان بتخلص من 400 ل500 ملي يوميا عن طريق التنفس عن طريق الجلد من خلال التعرق نحكي عن 400 ل500 ملي طبعا تختلف حسب الفصود فصل الصف كمية تكون أكبر فصل الشر تكون كمية أقل وكمية بسيطة تقريبا 100 ملي تخرج عن طريق الخروج والبراز يعني هاي فكرة عامة عن توازن بجسم الإنسان من خلال السوائل نعم نحكي عن الكلا زي ما حكينا الكلا هي العضو الأساسي اللي بيعمل لنا توازن بالسوائل وتوازن بالأملاح زي ما هي بتشكل العضو الرئيسي لهذا الموضوع وهي قد تكون الضحية الأساسية لهذا الموضوع بنقص السوائل احنا ميشوف مرضى اللي بصير عندهم نقص شديد بالسوائل ما بيشربوا سوائل بشكل عام تماما تكتور كيف مقول لهم بعد إذنك أنه بيقولوا أن الواحد أمتى بيعرف أنه عطشان يعني بده مي إلا إذا عطش أنه هاي صح ولا مش بالضرورة نعطش هلا يعني غالبا هاي الكلام صحيح تماما لأنه سبحان الله جسم الإنسان هو اللي عنده أساسات وعنده سنسورز تماما بيعطينا فكرة متى احنا بينا نشرب مي متى الموضوع زاد عن حده تماما وهذا بيساعدنا على التوازن اللي حكينا عنه بالبداية زي ما حكينا إذن شخص اللي يشرب كمية قليلة من الماء أو بيحاول أحيانا بيطنش موضوع العطش هذا أو بيكون مشغول أحيانا ممكن ما بيكون مجزء أنتم بيشوفوا الموضوع هذا كثير ما بتفضوا ممكن أحيانا أو منعوض بدل الماء بالعصير ممكن عصائر هاي العصائر احنا ما عنا مشكلة فيها ولكن احنا عنا مشكل بالمشروبات الساخن وتحديدا الشاي والشاي الأخضر هاي الأمور تماما هلا بنحكي ممكن عنهم شوية ثاني تماما قلس شورب السوائل أول شيء منلاحظ بشكل رئيسي المريض بيكون كمية التبول عنده قليلة لون البول عادة بيكون غامق تماما المشكلة بهذا الموضوع اللي هي جسم الإنسان بشكل طبيعي بيطرح الأملاح زائد عن حاجته حتى يجب ما حكينا يعمل توازن ضن الجسم هاي الأملاح أو بيحكوها العام الترصبات أو الرمل بيكون بشكل طبيعي موجود عند كل إنسان وتفرز عند جميع الناس بشكل طبيعي هلا لما نقلل شورب السوائل هاي بنعطي فرصة لهاي الأملاح إنها تتراكم وتتشكل مع بعضها حتى تكون عنا الحصيات لذلك احنا دائما نشوف مرضى احنا عنا موسم دائما موسم الحصن نحكي عنه بالصيف وبشهر رمضاء لأنه أو شيء تعرق قمية كبيرة وما في شورب سوائل تماما فإحنا بصير في تركيز لهاي الأملاح وتتشكل عنا الحصيات إضافة إلى ذلك نقص السوائل ممكن يعمل إنا يزيد فرصة حدوث الالتهابات البولية لأنه إحنا ما عم نعمل تنظيف مستمر وغسيل مستمر للكلاء والحالب والجهاز البولي بشكل عام دكتور كمان في بعض الأشخاص أو الدلائل على إنه الشخص يفتقد الماء ويصير يواجعه من مقدمة الرأس من الأمام فبالفعل هل هناك لها تأثير خاصة منطقة العينين أيضا نحن لدينا مشعرات عامة صراحة هي تعطينا فكرة عن نقص السوائل عند الإنسان الطبيعي نرجع نحكي نفسه أول مشعر وأهم مشعر صراحة هو العطش إنسان لما ينقص عنده السوائل يصبح منعكسات الدماغ يتدخل فيها لإعطاء الإنسان شعور بالعطش حتى يعوض النقص السوائل ممكن يصبح عندنا جفاف بالأغشية المخاطية مثل الشفاه واللسان بالمراحل المتقدمة ممكن يصير اضطراب في سوائل الجسم وإضطراب بأملاح الجسم ممكن تصل أحيانا إلى حدوث تشنجات ممكن بحالات نادرة جدا ممكن تؤدي إلى الوفاة صحيح وزي ما نحكي دائما نحن نشوف مرضى قصور الكلة نحن نقص إلى ثلاث أقسام قبل الكلوي وكلوي وبعد كلوي قبل الكلوي هو نقص السوائل هي ممكن تؤدي إلى حدوث قصور بالكلة هذا ما نشوفه عند الإنسان الطبيعي عادة نشوفه عند المريض مثلا العامل عملية وإحنا موقفين عنه السوائل ومانعين عنه السوائل وما عم نعوض له كمية السوائل المناسبة عن طريق الوريد فهذا ممكن يدخل بعملية هي ضعف بالكلة أو ممكن تطور لقصور كلوي حاجة دكتور حابة أنه أحكي هون شوي عن الأطفال يعني لو نعطي معلومة للأمهات أنه الأطفال أشي كمية المي اللي لازم ياخدوها وكيف نشجحهم يعني منشوف الصغار مثلا بيحبوا ياخدوا أشياء بديلة عن المي ممكن بيحبوا ياخدوا الحليب ياخدوا عصاير أكتر هل إحنا زيما حكيت لك إحنا بهمنا السوائل بشكل أساسي إحنا ما بدنا دائما نعلق على موضوع المي زيما نحكي الأكل فيه سوائل تماما فيه مي الحليب إشي جيد تمام ناخد وما فيه أي مشكلة بعوضنا السوائل العصائر هلأ إحنا منفضل عصائر طبيعية فيه عصائر إحنا عادة منفضلها دون عصائر أخرى إحنا منفضل مثلا عصير البرتقال والليمون ننصح مرضانا دائما فيهم لأنه فيه مادة السترات ممكن تعمل تذويب للترسبات والرمال الموجودة عصير التوت البري اللي هو بيعمل كمطهر بولي حتى لو ممكن نشوف بالصيدليات صار فيه كبسولات توت بري الالتهابات البولية تماما ويعني هاي بشكل أساسي هلأ كمية السوائل عند الأطفال عادة نحكي احنا تقريبا عن حوالي لتر لتنص حسب عمر الطفل وحسب حجم الطفل تماما الأمراض المصاحبة اللي قلت المياه على الكلا كيف بتأثر عليها ممكن أن يكون هناك تأثير مباشر لازم نذهب لتفتيت الحصة الموجودة بالكلا خصوصا إذا كان نزلت بقنوات الكلا فتحدثنا عن هذا الموضوع تمام هلأ زي ما حكينا جسم الإنسان بشكل طبيعي بشكل أملاح وشكل الترصبات السوائل اللي بنشربها كل ما زادت كمية السوائل كل ما عملنا تنظيف أول بأول زي ما حكينا المشكلة بالسي لما نقص السوائل بعمل هذا الترصبات تشكل مع بعض بتشكل عنا هاي الحصة طبعا الحصة بتختلف حسب حجم الحصة وحسب موقعها بمشان موضوع معالجة الحصة تماما إحنا نحن نحكي عادة عن ثلاثة أربعة ملّة إحنا ما نحتبرها صراحة حصة يعني حتى إحنا ما نكون لدينا حصة كبيرة مثلا صانتي أو صانتي ونص نعملها تفتيت الهدف إنه تصل صانت لأربعة ملّة تم تخلف منها تماما إضافة هاي ما حكينا التهابات البولية التهابات البولية شائعة جدا عند المرضى اللي عندهم مشاكل نقص في شرب السوائل ومشوفه أكثر ما يكون عند المرضى اللي عندهم قصور كلوي المرضى القصور كلوي عندهم خلل بوظيفة الكلية كمية البول اللي بفرزها الكلية بتكون كثير قليلة ممكن بالأربعة وعشرين ساعة بدل لترين ونصف ممكن يطلع ميتين أو ثلاثمائة ملّة لذلك البول بيكون عندهم مركز جدا بيكون في فرصة أكبر لتشكل الجراثيم إنها وبيئة أفضل لتكاثر الجراثيم وإحداث الأعراب البولية للتهابات بشكل أساسي وزي ما حكينا في حالات نادرة ممكن أنه يعمل لنا قصور بالكلب حكينا كثيرا بجزء عن موضوع نقص للسوائل نحن نأخذ الطرف الآخر أكثر من السوائل يعني ممكن في حدث من تقريبا سنة ونصف ممكن بأمريكا مريضة توفت من كثير شرب السوائل كان في عندهم مصابقة من يشرب سوائل كمية أكبر تماما شرب السبعة لترخيال أقل من نصف ساعة فصافية وفاة طبعا هذا الحكي عند الإنسان الذي عنده أوريدي مشكلة بالكلب أما هو وضع طبيعي عند الإنسان الكريتية وصحية كل ما أخذنا كل ما صار إفراز أكبر نعم بصير تصريف للمي دكتور هل هناك فترات معينة أنه لازم كل ساعة نأخذ كاسة مي أن هذا هو الصحي أكتر أو أنه أنا عطشان أجع بالمي بأخذ لتر طبعا نحن خلينا دائما مقادي لجسم الإنسان الجسم يقودنا للخلاص هو يعطينا المشعة الأساسية أنه متى نشرب ومتى ما نشرب ولكن عادة إحنا وسطيا زي ما حكينا إحنا السواءل نشرب من 2 إلى 3 لتر نعم طبعا بتختلف ممكن بالصيف نزيد شوية 500 ملي زيادة نحن نحسهم كتار 3 لتر يعني يكون هل قوي من اللي فاضل بس ما أشكى المال أنا صحيح نعم صحيح نعم نحن منيجي مرضى كثير عند بالعيادة خاصة بعد حالات التفتيت وموضوع السوائل هذا هو الموضوع الأساسي اللي نحكي عنه تماما للأسف ما نشرب سوائل كثير حتى السوائل المشربها نوعيتها سيئة مثل ما حكينا نحن منفضل عصير بطقاء والليمون نحن معظم شعبنا يشرب الشاي اللي هو في مادة الأقزالات اللي هي ممكن تساعد على تكون الحصيات الآن القهوة يعني بالدراسات الأخيرة مفيدة للكلا وبتقلل نسبة حدوث الحصيات عكس الفهم الشاي الأخضر الشاي الأخضر بيزيد تكون الحصيات دائما إحنا الفضروات السباني هو مدر للبول الشاي الأخضر وبيرهق الكليها كل السوائل هاي عامة مدر للبول ولكن هلأ الشاي الأخضر والشاي الأخضر في مادة الأقزالات هاي المادة الأقزالات هي المادة الأساسية في تكون الحصيات حصيات الكليات تماما زي ما حكينا مجد الفكر الشائع أنه القهوة هي بزيد الحصيات وبالعكس هي بتقلل يعني الناس تقلل من الشاي الأخضر أكتر من تماما نحن الصبايا أكتريتهم يشربوا شاي الأخضر عشان الدايت ننحف بسرعة نحن نقول دائما عصير برتقال عصير ليمون عصير توت وهو الماء العادي طبعا حتى الماء يعني برضو فيه سؤال دائما بنطرح بالعيادي أنه دكتور نشرب ميت لحنة فيه ولا المي المعدني تماما هلأ آخر الدراسات يعني وآخرة في 2014 كانت أنه لا المياه المعدنية هي الأفضل كما تحتوي على تقريبا خمس أضعاف من مادة الكالسيوم والمغنيسيوم وبهذا الدورها بتمنع تشكل الحصيات بالنسبة لديتوكس هذه المياه الموجودة فيها هاليا بتكون أنينة وتضع فيها شرب مياه تساعد على شرب المياه بشكل اكبر توصفها لأشخاص تفتيت ولا بس يشربوا ماء ما نشرب مياه نحن نحن نمطيهم مثل نحن 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 نقى الفوار العام هذا ممكن يساعد على التفتيت نحن نصفه بكميات كبيرة بسبب نشجع المريض منشرب شرب أو كما قلنا المريض أحياناً يجينا لدكتور أنا بشرب كاسي أو كاسين بالأربعة وعشرين ساعة هلأ هذه الفكرة أحياناً ممكن تكون خاطئة ممكن المريض ما بيقيم حاله بشكل دقيق لذلك عادةً بالحيادة بنعمل المرضانة زي شارت خاص نحكيله كل ما تشرب كاسي سجل وكل ما تبول بسجل الكمية بعد ثلاث أيام بيجينا بنلاحظ أنه المريض شرب لترين ونصف وتبول لترين ونصف هو ما وحاسه حاله بحكينا شربت مرة أو مرتين عادةً كمان برضو مننصح المرضى أنه خلي كاسة ماء جنبك أو خلي مثل قنيت ماء جنبك تماماً أنه أنت بالشغل العام تشتغل هيك وشفت الكاسة يشرب تشفي صغيري بعد ثمان ساعات لأشار ساعات بتلاقي أنه استخدمت واحد وثنتين بدون ما تحس هلأ بالأخير دكتور حاب أنه نعطي نصائح للناس بشكل عام حتى ما يوصلوا لمرحلة أمراض الكلية سواء كانت الحصوة أو الفشل الكلوي أو غيرها الآن أول شيء نحن نحكي مش كل شيء موجود كل الأمراض الموجودة نحن نقدر نقيحها لنا منها صراحة في أمراض ممكن تكون وراثية في أمراض ممكن تكون متعلقة بالجينات شو ما عملنا صراحة ما رح نقدر نحن نتخلص منها ولكن في نصائح عام نعطيها للجميع أنه بتقلل المشكلة قدر الإمكان أو إذا بدأ تصير مشكلة بتأخر حدوث هاي المشكلة زي ما حكينا شرب السوائر عادة من 2 إلى 3 لتر بالصيف بدنا نزيدها تقريباً 500 ملي التعرق والزائد تمام السوائل اللي نحن نحب نشربها عصير البلتقال عصير الليمون عصير التوت نبعد قدر الإمكان عن الشاي والشاي الأخضر هلا ما عنا مشكلة نشربه بكميات المعقولة بس ما يكونش أحيانا إفراط بجينا أحيانا 5 أو 6 كاسات كبيرة الشاي بالليوم نحب نقلل من الأملاك بائما نصائحنا المريض الحصيات كثر سوائل وقلل من الأملاك تماماً يعني هاي النظر العام دكتور يعني الأشخاص ما بعد التفتيت لازم ينتبهوا أو يستخدموا أو يكونوا على نظام غذائي معين من ضمنها زي ما حكيت حضرتك أنه يقللوا من الأملاك ولكن هناك أيضاً رب البندورة مكعبات المرق وهذه الأمور لأنه في بعض الأجسام بيحكوا لك أنها تكون أو تكون أكثر عرضاً للحصى أو الرمل بالكلة دائماً مرضاناً بيكونوا حصيات بنحكي لهم شكلت حصوة تقريباً 50 إلى 60% ممكن شكل حصوة مستقبلة يعني يكرر أولادك ممكن نسبة 10-20% يكونوا حصوة في موضوع وراثة في موضوع الجيني تماماً الشيء اللي نحن نقدر نتحكم فيه هو موضوع السوائل لذلك نحن دائماً نحكي لهم كثر سوائل نقلل ملح الأكل في أغذية صراحةً تعمل حصيات ولكن إذا بدنا نمنع المريض تقريباً نمنعه عن كل الأكل كان المكسرات فيها الأوكزالات البزر الأمور هي كلياتها الخس الباكدونس رغم الناس تشرب أكدونس مشان الحصيات في مادة الأوكزالات ممكن يسبب حصيات كل تقريباً معظم الأشبال المطبوحة تماماً معظم الأكل الورقيات الخضراء فيها مادة الأوكزالات ممكن تعملنا حصيات المكسرة زي ما حكينا البندورة ورب البندورة ممكن تعمل ألبان وأجباء في الأخير إذا بدنا نوقف المريض لأن الأكل ما رح يأكل شيء صراحة يعني هو يخدم يعطي الشغلات الأساسية الرئيسية ويهمنا كثير نحكي له أنه أول ما سيناعنا أي أعراض مشاكل بالبول صعوبة بالتبول حرقة بالبول تغير لون البول علينا بتتراجع مباشرة حتى تكون الأمور من بدايتها يعني حافظة لما تكون خمسة ملي غير لما تكون صنط غير لما تكون صنط صحيح أكيد نشكرك دكتور محمد كريشان أخصائي جراحة المسالك البولية والكلا على تواجدك معنا أهلا وسهلا فيك شكرا لك دكتور يعني بهيك وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم على أمل نلقاكم غدا بحلقة جديدة ولكن زميلنا معاذ أعدلنا مقولة بنختم فيها حلقتنا اليوم مع زميلتي أسيل بنشكر معاذ على مقولة اليوم الماء أهون موجود وأعز مفقود نلتقي معاكم إن شاء الله بكرة بنفس الموعد بأمان الله اشتركوا في القناة